ما هي كفارة الزنا؟ استر على نفسك واستغفر الله وعمل عمل صالح كبير لمحو اثار هذا الذنب ما هي كفارة القتل الخطأ؟ تحرير رقب اودية الى اهله اذا عجز صيام شهرين متتابعين ما هي كفارة الغيبة؟ تتحلل من يلي انت ظلمت واختبت واذا عجزت اكثر من الدعاء لها ما هي كفارة اليمين؟ اذا حنثت في الحلفان واليمين اطعم عشر مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة اذا ما وجدت فصيام ثلاثة ايام؟ ما هي كفارة اكل مال الحرام؟ ارجاع المال الى اصحابه مع الاستغفار؟ ما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ صيام شهرين متتابعين؟ اذا عجزت تطعم ستين مسكينا اما بالنسبة لزوجتي اذا كانت مطاوعة له فعليها مثل الذي عليك واذا غلبت وقهرت فلا شيء عليها الا قضاء هذا اليوم والله اعلم كفارة الظهار مثلا يقول لزوجته تحرمي علي مثل امي او مثل اختي فيصوم شهرين متتابعين قبل ان يجامعها اذا عجز يطعم ستين مسكينا اما كفارة ارتكاب محظور من محظورات مثل لبس المخيط او محظور من محظورات الاحرام في الحج فاطعام ستة مساكين او صيام ثلاث ايام او ذبح شاه هو يختار اما بالنسبة لكفارة النميم استغفر الله من الفساد الذي قد كان منك واصلح قدر استطاعتك اما بالنسبة لكفارة النوم عن صلاة الفجر كفارتها هي صلاتها فقد قال النبي من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها اما بالنسبة لكفارة النذر كفارة النذر هي كفارة يمين لقول النبي كفارة النذر هي كفارة يمين هذا والله اعلم سلام عليكم